السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا قطط ازايك يا عسليات هوريكو طريقة عمل اي شربات حلويات ونحفظه ازاي وما يكرملش معك يبقى محبه ازاي مقده اللي نستخدميه وتحطيه معك في التلاجة تستخدميه في اي وقت وديبقى غاز واحد ومرة واحد معنا كيلو سكر ويكونه ابيض ياريت عشان ما تيجي تحطيه على الحلوية بتاعتك ما يسمرهاش كيلو السكر بنحط عليه لمونة متوسطة او لمونة صغيرة ما يبقى شك كمية اللمون كتير لانها بيسيب مرارة ومزازة مش حلوة انا ما بحطش القشر معاك حطش القشر معاك لان القشر مش كل قشر اللمون بيبقى حلو في قشر اللمون بيبقى فيه مرارة فبيسيبلك مرارة بنغطيه يعني فوق العقلة كده بمي ما بيبقاش غرق مي طب لو المية وقعت منك كتير سهل هتسيبه على النار يغل شوية حلوين خلاص اهو عادي لو المية وقعت منك شوية شوفي بقى خليكي معاي اولا ما يغلى بتحط ايدك عليه كده وتحركيه انا هوريكي دلوقتي وبتحركيه ازاي نشوف تقل الشربات معانا ده معانا خلي تفاح خلي التفاح بنحط منه نقطتين اتنين خلي التفاح ما يخلله الكيش يبقى حبيبات تانى لو تشقلبت ما يبقاش حبيبات ابدا 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 نقطتين اتنين بالضبط او تلات نقطة طعمه ما بيبانش بس بيمنع تحول السكر لحبيبات تانى اه ممكن ملح لمون اكل تحط منه وما يخلهوش برضه يعمل طيب انت عنارة اهو اكبر غلط بلاقي الناس بيعملو انهم يعود يقلبوا كتير فالسكر يبقى على جوانب الصنية كده فهو انت بيتقلبه وبعد ما الحاجة تعملت السكر ينزل وهو حبيبات في الشربات في بوصولك تانى انا واركي تختبره من المراحل ازاي شفت الاسبات يولا ديك شفت الشربات اللي فوق ده او لما تحطيه في النار ويبدأ يدوب حط ايدك في الشربات ده وحطيه من صوابعك هتلاقيه مرة خفيف مرة تقل ومرة زي المربه مرة تقل ومرة زي العسل الخفيف ده بيبقى خفيف او اللي هو عامل زي العسل ده يبقى هو كده ايوه شوفي اهيه دي الحركة دي اللي بتختبر ايها قوام الشربات احنا اولا ما حطنا اولا ما بدى اغلى عايزك تحطها بين ايدك سابع كده هتلاقي الشربات خفيف خالص مية بين ايدك بعد خمس دقائق على النار بتعملي كده بتلاقي الشربات تقل بقى زي العسل كده يبقى تقل معاك انا بعمله تقيل طب هتقوليني مرة بعمل بالح الشام مرة لقمة القاضي مرة مش عارف ايه الاختلاف ده انا باخد من الشربات ده في حلة صغيرة يخلص احط في حلة تاني بعد ما الشربات دفي بحط كسيم فانيليا دفي ليه مش وهو سخنة لان سكر الفانيليا ده حاجة عطرية بيروح اولا ما تحطيه هو سخنة على النار وهو دفي كده نعمله وخلي بالك انك تقلبيه جوه السكر متسيبهش على الجوانب لانه هو سكر احنا عملنا مع بعض سكر الفانيليا وعرفتك الفكرة ايه شوفي في الفيديوهات القديم وتحفظيه بقى لما يبرز بقمع كده تحطيه انا حطته في ازاز الكوكاكولا اهو معيه وبحطه في جنب التلاج التلاجة بتاعتي دياء ما بياخدش اي مكان تحطيه في جنب التلاجة عند قرورة مية قديمة حطيه ازازة مية ساعة اقفيله هتجي تعملي اي حاجة تاخدي على قد الحاجة وتستنفعي بيه اشتركوا في القناة